شكرا لكشازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش منجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تم التصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال كلمته ضمن الفعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أكد الرئيس السيسي أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معادلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن مصر الحرة تستحق من الجميع كل فداء وتفاني وتضحية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر للدعم التوجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء كان ثنائيا أو على الصعيد المتعدد للأطراف كما أكد الرئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي تولها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين وتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تبادلات رؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بشأن سبول تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على حضر شراء النفط الروسي ومنتجات التاقة الأخرى كما صوت المجلس على ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمن تمويلا ضخما تنهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأمريكية حتى 30 من سبتمبر بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أولكسكي زينيكوف مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بمساعدات أمنية دفاعية وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر وقد يوسع نطاق الصراع وخلال مؤتمر صحفي أشار كيربي إلى أن الأسلحة الدفاعية مثل مضادات الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي أفضل وسيلة لدعم كييف عسكريا وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض جو وأنظمة مضادة للدروع أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم خلال 24 ساعة الماضية من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية وفي رسالة مصورة قال زيلنسكي أن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي وإنرهاد خدار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمر عملية الإجلاء مع فتح ثلاثة ممرات إنسانية أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 322 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بيرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 423 ألفا وأربعمائة وسبع وخمسين حالة وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته فضلا عن 13 حالة وفاة أدان البرلمان العربي بشدة قيام قوات الحوثي بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والتي تناثرت شضاياها على الأعين المدنية دون حدوث أضرار وأشهد البرلمان العربي بكفاءة ويقذة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ونجحها في اعتراض الطائرة وتدميرها وأكد البرلمان أن اتخاذ قوات الحوثي المدنيين دروعا بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع قوات الحوثي من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية ورياضيا حقق فريق ريال مدريد الإسبانير منتدى تاريخية على حساب باريس سان جرمال فرنسي بعد أن فاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف خلال القمة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتييغو برنابيو في قمة المنافسات إيابي دور 16 لمسابقة دور أبطال أوروبا تقدم النجم كيليان مبابي لباريس سان جرمال في الدقيقة 39 من عمر المباراة فيما عاد بالشوط الثاني ريال مدريد للمباراة عبر هاتريك للنجم الفرنسي كارين بنزيمة في الدقائق 61-76-78 لتصبح نتيجة مبارتين الذهب والإياب 3-2 بهذه النتيجة تأهل ريال مدريد إلى الدور الربع النهائي للبطولة نهاية مجاز التساع عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل